اي تولك من البرلمان الأوروبي في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون الصحة وسياسة المستهلك السيد دالي نشكر حضرك نبدأ بسؤالنا الأول وهو سؤال سائع مرحبا اسمي ماتيو من بلجيكا لماذا الأسعار غير موحدة في أوروبا؟ سؤال بسط جدا أعيش في باريس وبرلين سعر مدة تنظيم الفم أربعة يورو في برلين وسبعة يورو في باريس لنفس المنتوج ونفس المعلامات التجارية لماذا تختلف الأسعار؟ للكثير من المواد أوروبا لديها سوق واحدة لكن لا تنسيق للأسعار بسرد اختلاف احتياجات النقل والإعلانات والتوزيع وأشياء أخرى تؤثر على التكاليف وبالتالي الأسعار في مختلف البلدان هل هذا سيتغير؟ هل سيكون هناك تجانس في الأسعار؟ أعتقد أن تجانس الأسعار يجب أن يكون من خلال المنافسة وهذا هو بالأساس مبدأ السوق الموحدة المنافسة ألديك القدرة على فرض ذلك على الدول الأعضاء؟ لا أعتقد أننا سنفرض تجانس الأسعار في أوروبا لكننا نعمل جاهدين مع زملائنا على تعزيز السوق الموحدة لتشجيع هذه المنافسة حسنا لدينا سؤال آخر الآن اسمي تريستان وأريد أن أعرف كيف نتمكن التأكد من صلاحية المواد الغذائية التي نشتريها إنها مسألة حصصة جدا لأنها تتعلق بالصحة العامة هناك العديد من العوامل التي تدخل في مكونات بعض المونتاجات التي نشتريها من الأسواق الكبيرة كيف يمكن معرفة ما انشأها؟ في البرلمان تهدت إجراءات في هذا المجال كوضع العلامات على بعض المواد الغذائية والمنشأ لبعض منها هل ستفرضون هذا على الدول الأعضاء؟ فرضنا هذا على الدول الأعضاء ولكن هناك مواضيع أخرى ما الذي تستطيعون فرضه وما الذي لا تستطيعون؟ سنفرض تثبيت بلد المنشأ على سبيل المثال على لحوم البقر والدواجن ولحم الخنزير وطوعيا وعلى أمور أخرى سؤال آخر اسمي ماجدة من بولونيا أريد أن أعرف ما يمكن القيام به لجعل الطعام الخالي من المواد الكيميائية أرخص الأغذية الخالية من المواد الكيميائية أغلى من الطعام العادي كيف يمكن تخفض أسعارها؟ الأغذية الخالية من المواد الكيميائية أغلى لأن طرق الانتاج مكثفة للغاية في جميع البلدان وهذه هي واحدة من المشاكل نرغب في أن يتناول جميع طعاما صحيا والأغذية الخالية من المواد الكيميائية طريقة لتحسين نوعية الطعام في ألمانيا كانت هناك بعض المخاوف الصحية من هذه الأغذية المخاوف الصحية في ألمانيا لم تكن بسبب الأغذية الخالية من المواد الكيميائية بل بالبدور المصابة التي ستوردت من مصر هذه المخاوف تم السيطرة عليها في أوروبا بسبب إجراءات تثبيت المنشأ في أوروبا في أوقات الروكول الاقتصادي ليس من السهل شراء الطعام الخالي من المواد الكيميائية خاصة حين تكون الميزانيات ضعيفة هذا صحيح ولكن علينا أن نواجه حقيقة أن إنتاج الأغذية الخالية من المواد الكيميائية أغلى من غيرها بكثير سؤال آخر مرحبا اسمي روبا وأنا من ألمانيا هل نتناول أغذية المعدلة وراثيا؟ إنه سؤال مباشر للغاية هل تتناول الأغذية المعدلة وراثيا؟ أستطيع لي إجابة على هذا ببساطة إن كانت معتمدة من قبل المتخصصين لدينا الجواب هو نعم لكنك غير قلق بسبب اختلاف سياستنا عن سياسة أمريكا بشأن ما إذا كانت الأغذية المعدلة وراثيا غير مأمونة إننا لا نتافق معهم ليس لدينا سياسة مختلفة بل إجراءات مختلفة نحن من يقرر إن كانت الأغذية المعدلة وراثيا آمنة أم لا لا نؤمن بما يقوله الأمريكان شفويا لدينا أسلوبنا الخاص وهو قوي وصارم وسريع نتخذ القرار على أساس علمي إن قررنا شيء في الاتحاد الأوروبي فلأنه قد مر بنظام السلامة النوعية الصارم ولأنه معتمد فإنه آمن أعتقد أننا سنأكل المزيدة والمزيدة من أغذية المعدلة وراثية المستقبلا؟ أعتقد أن الأغذية المعدلة وراثيا سترافقنا أكثر وأكثر في المستقبل العلم هو أيضا سيتطور أكثر وأكثر وستنخفض المخاطر المتعلقة بها إنك ستتناولها؟ نعم أتناولها لدينا سؤال آخر في آيتولك اسم جوانا من بولونيا أود أن أعرف كيف يمكن تخفيض مستوى الدهون في الوجبات المدرسية هل بإمكاننا تنسيق السياسات للتأكد من أن أطفالنا يتناولون وجبات أكثر صحية؟ إنها ليست مسألة تنسيق بل مسألة تقدم لدينا برنامج للمساعدة في الأغذية في جميع أنحاء أوروبا من خلال اللجنة عن طريق توريد الفواكه إلى المدارس مثلا نتمكن من تعويض أطفالنا على تناول الطعام الصحي ولكن هل إنهم يرغبون حقا بطعام الصحي؟ دعني أقول لك إنهم يأكلون القرنبيط إن اعتادوا على تناوله أحد أحفادي يأتي إلى المنزل ويطلب غذاء صحيا لأنه اعتاد عليه لدينا سؤال آخر للمفاوض ذالي اسمي ياسمين من بروكسل هل يمكن أن يكون هناك نظام للصحة العامة في أوروبا؟ وجهت هذا السؤال في البداية هل يمكنني اجتياز الحدود إذا وجدت هذا النظام أفضل في بلد آخر؟ أصدرنا توجيهات جديدة عن العلاج خارج الحدود وعن حق المريض في العلاج خارج بلده لكنها محدودة في كثير من الحالات ما زال على الأشخاص الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة هذا يبدو معقدا؟ لا 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 إنه ليس معقدا في الواقع لقد حددنا عملية الترخيص المسبق لكن ما فعلناه هو ضمان تعويض المريض حين يعود إلى الوطن في المستقبل ترى بأن الأشخاص سيذهبون إلى مكان آخر من أجل رعاية صحية أفضل؟ أستطيع أن أرى هذا في المستقبل ولكن هذا ليس في نطاق توجهنا إننا نريد الضغط على الحكومات لتقديم أفضل خدمات الرعاية لجميع المرضى في بلدانهم سؤال أخير موجه للمفاوض دالي اسمي سوزان من إيرلندا الشمالية هناك تفاوت كبير في توفير الرعاية الصحية للنساء المهاجرات من بلدان العالم الثالث إلى دول الاتحاد الأوروبي كيف يمكن التصدي لهذه المسألة والتأكد من تمتع جميع النساء بالرعاية الصحية؟ الرعاية الصحية للمرأة موضوع واسع هل هناك ما يمكن القيام به على المستوى الأوروبي؟ أعتقد أن عدم المساواة مشكلة كبيرة في أوروبا لكننا نتصدى لها عن طريق الاستثمار فمن خلال الصناديق الهيكلية التي أوجدناها نستطيع الآن تشجيع قطاع الرعاية الصحية للدول الأعضاء على الاستثمار أما فيما يتعلق بالمرأة إننا نتناقش لاتخاذ تدابير تساعد على المساواة في هذا القطاع شكرا جزيلا سيادة المفوضة لهذا كل شيء الآن من استوديو البرلمان الأوروبي لمعرفة ضيوف الحلقة المقبلة وتوجيه أسئلتكم اكتبوا لنا أو ارسلوا أشيطة الفيديو على ترجمة نانسي قنقر